موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء والتي أبدأها بالعناوين بدء محاكمة عمر البشير ومتهمي انقلاب 1989 رئيس المحكمة يعلن رفع الجلسة إلى الحادي عشر من أغسطس البرهان يؤكد حرص الدولة على تطوير علاقات السودان مع كافة الدول موسيقى ثلاثية مصغرة بالخرطوم بشأن سد النهضة الإثيوبي بدعوة من دولة جنوب إفريقيا أهلا بكم إلى التفاصيل أعلن رئيس المحكمة مولانا عصام الدين محمد إبراهيم رفع الجلسة على أن تعاوج الإنعقاد يوم الحدي عشر من أغسطس المقبل وذلك لعدم تمكن عدد من محامي المتهمين من دخول مقر المحكمة لضيق القاعة وعدم تمكن المتهمين من مقابلة محاميهم والاتخاذ العديد من التدابير الأمنية والاحترازية والوقائية رفضت المحكمة طلبا تقدمت به هيئة الدفاع للإفراج عن المتهمين من حزب المؤتمر الشعبي بالضمان كون القضايا محل الاتهام لا تسمح بالإفراج بالضمان وأبرز المتهمين بجانب الرئيس المخلوع عمر البشير علي عثمان محمد طه بكري حسن صالح عبد الرحيم محمد حسين عوض أحمد الجاز الطيب إبراهيم محمد خير نافع علي نافع الزبير أحمد الحسن أحمد محمد علي الفششوية أحمد عبد الرحمن إبراهيم السنوسي علي الحاج عمر عبد المعروف التجاني آدم الطاهير إبراهيم نايل إدام سليمان محمد سليمان واللواء عبد الله عبد المنطلب ويواجه المتهمون تهما تندرج تحت مواد تغويض النظام الدستوري والإنقلاب على الحكومة المنتخبة في قضية هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى حد الإعدام أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان حرص واهتمام الدولة بتعزيز وتطوير علاقات السودان مع كافة الدول تحقيقا للمصالح العليا للبلاد جاء ذلك خلال لقائه سفراء السودان الجدد المتوجهين لاستلام مهامهم بالخارج وقال سفير نور الدين ساتي سفير السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ممثل السفراء الجدد في تصريحات صحفية إن رئيس مجلس السيادة أكد خلال اللقاء أن قيادة الدولة ومكوناتها تعمل يدا واحدا وذلك من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد وأنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن وجود خلافات في وجهة النظر بين تلك المكونات مشيرا إلى أن موقف السودان من القضايا الإقليمية والدولية يستهدي بمبدأ تحقيق مصالح السودان العليا مهما كانت الخلافات ومحاولات التأثير على موقف السودان وأن السودان لا يحيد عن هذا المبدأ الأساسي في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية وأضاف السفير أن رئيس مجلس السيادة حث السفراء الجدد على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية مع تلك الدول والعمل على جزب الإثثمارات لدعم الاقتصاد القومي في ظل المرحلة التاريخية والحساسة التي يمر بها سودان بدأت اليوم بالخرطوم القمة السودانية المصرية الإثيوبية المصغرة بشأن صد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي لمناقشة التقارير التي رفعت من قبل وفود الدول الثلاث ذلك عقب جولة المفاوضات الأخيرة والتي كانت برعاية السودان تأتي هذه القمة عبر الفيديو كونفرنس بدعوة من دولة جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي تسلم والي جنوب دارفور هاشم خالد محمود التقرير النهائي للتحقيق في أحداث تولس الأخيرة بين الرزيقات والفلاتة سلمه له وكيل النيابة رئيس لجنة التحقيق مولانا بشير ياسين سنوسي وثمن الوالي جهود اللجنة في التواصل للنتائج النهائية في الأحداث مشيرا إلى الاهتمام والدور المتعاضم الذي قام به قائل ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو وذلك في إطار معالجة الأزمة بين الأطراف والتواصل إلى إبرامي وثيقة العهد ووقف العدائيات بين الطرفين مؤخرا استعرض مولانا بشير ياسين السنوسي وكيل النيابة رئيس لجنة التحقيق حيثيات عمل اللجنة منذ تكوينها وأداء القسم حتى توصلت إلى التقرير النهائي في أحداث تولس الأخيرة بين الفلاتة والرزيقات يصل مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور صباح غد الأربع وفد رفيع من مجلسي السيادة والوزراء برئاسة إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة في زيارة عمل إلى الولاية وذلك بغرض التعرف على مجمل الأوضاع بالولاية بعد الأحداث التي شهدتها الأسبوع الماضي تضمن برنامج زيارة الوبد زيارة لمحليتي كتب وكبكابية ووحدة فتا برنو الإدارية أكد والي شمال دارفور المكلف اللواء الركني مالك الطيب خوجلي أن الولاية أكملت استعداداتها لاستقبال وإنجاح برنامج زيارته التي قال إنها تأتي بغرض الاطلاع على الأوضاع الأمنية والتعرف على مسيرة الخدمات والتنمية كشف مدير عام قوات الشرطة الفريقة وشرطة حقوق عز الدين الشيخ عن خطة أمنية ضخمة بالانتشار ودشنا الشيخ خمسة وعشرين وحدة من مركبات النجدة خصصة لتوفير الأمن وتأمين المواطن والقيام بواجباته من راتبة والاستثنائية وشددا على أن الأمن مشروع تشاركي ومسؤولية الجميع ناشر المواطنين للاهتمام والمشاركة مع الشرطة على مستوى الأخصام والبحليات مع تأهيل مراكز الأمن بالأحياء وقال إن الهدف من وحدات النجدة لانتشار على مستوى ولاية الخرطوم وتشر الأمن والطمأنينة للمواطن لتؤدي قوات الشرطة دورها على أكمل وجه وفق الخارطة الأمنية أطالب الشيخ المواطنين بالسودان عامة وولاية الخرطوم خاصة بالتعاون مع الشرطة وتضافر الجهود من أجل تحقيق الاستقرار والأمن إدارة النجدة هي إدارة من ضمن إدارات شرطة ولاية الخرطوم تقوم بتخديم خدمة أمنية جنائية لإنسان ولاية الخرطوم عبر رغم التواصل العالمي الثلاثة إزعاد هذا الرغم يتم الاستجابة لكل اتصالات المواطنية سواء كانت حالة إنسانية أو حالة جنائية أو حالة أمنية عبرها يتم الاتصال بأقرب موقع دورية لتصل موقع الحدث في أقل من خمسة دقائق حقيقة في اليوم تتلقى غرفة النجدة ما بين ستين إلى خمسة وستين ألف مكالمة تستضيف ولاية الجزيرة يوم غد الأربعة ورشة عمل حول الأطر القانونية للحكم اللامركزي لمناقشة مشروعي قانون الحكم المحلي والإدارة الأهلية لولايات الجزيرة سنار النيل الأزرق والنيل الأبيض سيشارك في الورشة والتي تستمر فعالياتها لمدة يومين 140 من الخبراء التنفيذيين في الحكم المحلي والصحة والتعليم والشباب والرياضة والمرأة والقيادات وإعلان قوى الحرية والتغيير حيث أعلن عادل محمد الحسن الخطيب أمين عام حكومة ولاية الجزيرة عن اكتمال الترتيبات لاستضافة الورشة بمشاركة 140 من الخبراء التنفيذيين في الحكم المحلي اطلعت عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة الانتقالية على أوضاع التعليم الخاص والأجنبي بولاة الخرطوم جاء ذلك لدى لقائها وبدى اللجنة التمهيلية لأولياء أمور المدارس الخاصة والأجنبية ووصف إسماعيل الخليفة عضو اللجنة في تصريح صحفيين اللقاء بالمثمر مبينا أنه ناقش موضوع الرسوم الدراسية والمناهج والبيئة المدرسية علاوة على مناقشة تنفيذ قانون 2015 للتعليم الخاص والأجنبي ودور أولياء الأمور في صياغة قانون التعليم الخاص وذلك للعام 2020 مشيرا إلى أن عضو مجلس السيادة الانتقالية عائشة موسى وعدت بمتابعة تنفيذ ما تم نقاشه عبر وزارة التربية والتعليم أعلن القطاع العام والخاص بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن تحويل جميع المعاشات التي تصرف عبر منافذ الصرف بولاة الخرطوم إلى البنوك اعتبارا من معاشي شهر أغسطس المقبل وقالت مفوض القطاع العام والخاص سامي عثمان محمد المبارك إن خطوة تحويل المعاشات إلى البنوك تأتي في إطار اهتمام الصندوق بشريحة المعاشيين تأسيرا لهم بصرف معاشاتهم وإنفاذا لتوجيهات الدولة بالتعامل النقلي عبر البنوك لسلامة وصحة المعاشيين وللاستفادة من الخدمات المصرفية المتاحة عبر البطاقة البنكية حيث أكدت وبحسب وكالة السودان الأنباء حرص القطاع العام والخاص على الوفاء بالتزاماته تجاه المعاشيين وصرف المعاشات في مواعيدها المحددة اطمأنت اللجنة طواري الخريف بولاية شمال دارفور في اجتماعها برئاسة أمين عام الحكومة محمد إبراهيم عبدالكريم أقفت على الإجراءات التي وضعتها الولاية لمقابلة فصل الخريفة داعياته أدعى أمين الحكومة إلى ضرورة تكثيف الجهود لردم البرك وفتح المصارف ومعالجة مناطق جريان السيول والأودية ومناطق الهشاشة بالاستفادة من تجربة العام السابق أكد أمين الحكومة أن الوضع مطمئن في كافة مناطق الولاية ولم تحدث الأمطار الأخيرة أي تأضرار مضيفا بأن ترتبات الولاية مطمئن تماما لمقابلة أي تداعيات قد تحدث جراء السيول والأمطار هذا العام كشف المدير والتنفيذي لتأمين الصحيب ولاة غرب كردفان عادل حسن عبدالحليم لدى انطلاق مشروع توزيع بطاقات الدعم الاجتماعي للتحدي بمدينة الفولة كشف جهود ومساعي إدارته الرامية لإدخال الأسر الفقيرة تحت مضلة التأمين بنسبة 90% والبالغ أكثر من 17 ألف أسرة بجانب شرائح النازحين والعائدين وقال عبدالحليم أن محلية لقاوة وتقديرا لوضعيتها الأمنية ستجد اهتماما خاصا في الفترة القادمة في جانبه تأهيل المراكز الصحية وتوفير المعدات وتدريب الكوادر نحن طبعا الآن في إطار النفرة للعام 2020 لإدخال الأسر الفقيرة في مضلة التأمين الصحي وذي ممكن النفرة الغام 11 خلال الأعوام السابقة والآن بحمد الله قطعنا فيها شهود كبير جدا الآن نقدر نقول أنه فيه 8 محليات يكتمل فيها العمل بنسبة 100% وتبقى لنا ثلاثة محليات وفيها أسر فغيرة وثلاثة محليات فيها نازحين وعائدين بشكل عام الأداء العامة على النفرة عندنا الأسر الفغيرة تم يدخل المنسبة 90% وذي بتمسس 17795 أسر جولتنا متواصلة معكم وفيها عقب الفاصل للأسبوع الماضي بقيمة لـ 500 مليون درهم عالمي موسيقى أهلا بكم والآن إلى طائفة من الأخبار العالمية قال الرئيس التركي رجب طيب أردقان إن القوات التركية ستبقى في سوريا إلى يتمكن شعبها من العيش في حرية وسلام وقال هم الآن يجرون انتخابات ما يسمى بانتخابات مشيرا إلى انتخابات برلمانية جرت يوم لحد بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية أضاف في كلمة ألقاها في أنقرة إلى أن ينعم الشعب السوري بالحرية والسلام والأمان سنبقى في هذا البلد سافر رئيسه والوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران حيث ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أنه سيتمع مع الزعيم الأعلى آية الله علي خامني في أول زيارة خارجية يقوم بها منذ توليه منصبه في مايو آيار كان من المقرر أن تأتي زيارة الكاظمي بعد رحلة لسعودية لكن تلك الرحلة ألغيت إثرى نقل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى المستشفى بسبب التهاب في المرارة ويواجه رئيس الوزراء العراقي مهمة صعبة للموازنة بين إيران والولايات المتحدة التي اقتربتها من الدخول في صراع مفتوح في المنطقة بما في ذلك على الأراضي العراقية خلال العام الماضي قالت ثلاثة مصادر سعودية أن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مستقرة وذلك بعد دخوله مستشفى بالعاصمة الرياض يوم الاثنين بسبب التهاب في المرارة بحزب ما ذكرت وسائل الإعلام السعودية وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد نقلت يوم الاثنين عن بيان للديوان الملكي أن الملك سلمان البالغ من العمر 84 عاما الذي تقلد الحكم في عام 2015 دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوصات ألم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل أقال مسؤول بالمنطقة طلب عدم ذكر اسمه إنه تحدث مع أحد أبناء الملك سلمان يوم الاثنين أكان هادئا وأنه لا يوجد شعور بالقلق بشأن صحة العاهلة السعودية وفي أخبارنا الاقتصادية أعلنت الغرفة القومية للمصدرين عن وصول حصائل صادر الذهب الأسبوع الماضي بقيمة تصل لـ 500 مليون درهم قال الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين نادر الهلالي إن قيمة حصائل الذهب تقدر بـ 500 مليون درهم كاشفا عن كمية جديدة جاهدة للتصدير التي تبلغ 2 طن وأضاف أسعار الصرف بدأت في الاستقرار منذ صدور منشور السياسات صادر الذهب وقبل بداية التصدير الفعلي ونزول الأسعار بعد تفدفق الحصائل نهاية الأسبوع المنصر وألمح الهلالي إلى توقعات من خفاض كبير في أسعار الصرف بداية من الأسبوع المقبل بعد وصول الدفعة الثانية من حصائل صادر الذهب مبينا أنه سينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية وتوفر السلع الاستراتيجية من وقود وقمح ودواء كشفت مصادر موثوقة بقطاع صادر الذهب عن وجود ما أسمته بالحرب الخفية التي تقودها جهات تضررت من انسياب صادر الذهب بعد الأثر الكبير الذي أحدثه في الاستقرار الواضح لأكثر من أسبوعين في أسعار الصرف العملات الأجنبية وتراجع أسعار حصيلة الصادر من 41 إلى 39 جنيها للدرهم خلال يومين وقالت المصادر لباجنيونس إنه ورغم الحوجة الكبيرة للحصائل إلا أن هناك إحجاما واضحا عن شراء الحصائل من مصدر الذهب في مسعا واضح لوأد التجربة التي أثبتت نجاحها في فترة وجيزة دعت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبى محمد علي لتحديث مطابع السودان للعملة وتشغيلها بكامل طاقتها الإيجابية والإنتاجية ونوهت إلى أن الخطوة ستوفره مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي أتعهدت الوزيرة بحل المشاكل التي تعيق عمل شركة مطابع السودان للعملة المحدودة لتجنب تكرار المشاكل والوقوع في الأزمات السابقة التي حدثت في القطاع المالي والتقت بمكتبها المدير العام لشركة مطابع السودان للعملة المحدودة برعي الصديق علي أحمد أقرت الوزيرة بضرورة تحديث مطابع السودان للعملة وتشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية حيث نوهت إلى أن الخطوة ستوفر مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي نفذت ولاية نهر النيل بمحلية بربر نفذت بنجاح ضربة البداية لمشروع تسمين العجول الذي يجيء تحت مضلة الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بالولاية وذلك بتمويل مصرفي وتحت إشراف دائرة الثروة الحيوانية لفائدة ثلاثمائة شاب وشابة وقال والي نهر النيل المكلف اللواء ركن عبد المحمود حمات حسين إن المشروع سيعمم عبر جمعيات الخريجين الإنتاجية ببقية المحليات بهدف إحداث سلسلة القيمة الاقتصادية المضافة لمنتجات قطاع الثروة الحيوانية بجانب خلق فرص عمل في السوق الحر للخريجين والشباب من الجنسين مبينا أن المشروع تم دعمه ماليا وفنيا ولوجستيا بمكون حكومي من بيزانية وقدرات الولاية أشار حمات إلى الفارق الكبير الذي حققته مبيعات منتجات المشروع في سوق اللحوم الحمراء بتخفيض يصل لخمسين بالمئة هذه التجربة الآن بتتكون من تلتمية شاب وشابة مئة واربعين شابة ومئة وستين شاب هذا العمل تم بمشهودات مغدرة من الإخوة في مشاريع الشباب الخريجين التجربة بتتكون من خمسمية عجل والآن الليلة أول دفعة من العجول تم زبحة في محلية بربر وسوف تنتغل التجربة لمحلية الدامر ومحلية عضبرة بدعم يفوق الخمسين في المئة وفي أخبارنا الرياضية فادت مصادر موثوقة لباج نيوز أن لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم أمنت في مقترحها الجديدة على إكمال مباريات الدور الممتاز في الخرطوم ذلك عن طريق التجميع بذات النظام القديم الذهاب والإياب وبحسب المصادر ذاتها فإنه تقرر أن يتم تعديل لائحة الهبوط بمغادرة فريق واحد بدلا عن ثلاث فراق على يكونت سنترليغ للفريقين فقط أي صود الجدل واتحاد الكرة بشأن الطريقة الأنسب لعودة الدور الممتاز بعدما برز عدة مقترحات من بينها استكمال المنافسة بنظام الذهاب والإياب ونظام المجموعات أكمل رئيس المريخ أدم سودكال المفاوضات مع المدرب التونسي جمال خشار بنجاح تام لتولي الأخير منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالمريخ ويشغل مدرب المريخ الجديد منصب مساعد مدرب الصفاق السيد تونسي حيث يعمل ضمن الطاقم الفني الذي يقوده الكابتن فتح الجبال استمرت الاتصالات بين السودكال وخشار ما تم خلالها النقاش حول بنود العقد والعرض المالي ومن ثم اكمال الاتفاق النهائي وعقب اكتمال الاتفاق أكد سودكال برسال العقد لخشار من أجل التوقيع عليه بتونس ومن ثم التحرك صوب الخرطوم لبداية مهمته الجديدة اتفق رئيس المريخ مع خشارم على العمل مديرا فنيا للمريخ بعقد لمدة عام قابل للتجديد ختام نشرتنا اليكم تذكر بالعناوين بدء محاكمة عمر البشير ومتهمين قلاب 1989 ورئيس المحكمة يعلن رفع الجلسة إلى 11 من أغسطس البرهان يؤكد حرص الدولة لتطوير علاقات السودان مع كافة الدول قمة ثلاثية مصغرة بالخرطوم بشأن صد النهضة الإيثيوبي بدعوة من دولة جنوب إفريقيا اكتمل عرضنا الإخبار وفي ختامه تحياتي والفريق العامل حتى جديد اللقاء في أمان الله اشتركوا في القناة